هو دور حمدي تحديداً كابتن أحمد بيتهالي كمان مدي أريحية كبيرة جداً لعلي معلول وأكرم توفيق في أن هم يزيدوا ويكملوا يعني في أوقات كتيرة جداً متشوف علي بقى بيلعب جناح أكتر منه لما قفش بينزل نص المرعب أو بينزل نمر عشرة بنشوف علي معلول وبشوف أيمن أشرف مكمل وراء علي كمان في الحتة دي فعلي أكتر بالمين هو يكون جناح ونفس حكاية برسيته ولما بيفضي في الناحية لمين أكرم بيزيد وزاد كتير جداً في مطش المقالين بها أنا زي بقول لحضراتك اللي فرق مع النادي الأهل بشكل كبير جداً هو طرفين الملعب فعلاً مع الأكرم أنا بشوف من المباراة المباراة أو في المباراة الأخيرة هو طور أداء الهجوم بشكل كبير جداً بدأ يهاجم بقى يبقى مفتاح لعبه مهم وهنا من الفرق الكبيرة لما يكون عندك طرفين ملعب مفاتيح لعبه وفي نفس الوقت زي ما حضراتك بتقول إن حمدي فتحي بيدي الأريحية والأمان إن أكرم وعلي معلول في نفس الوقت بيزيده في الناحية الهجومية فتحس إن فيه تلات تلاتة وقفين سواء حمدي فتحي أو بدر بنون أو ياسر لما بينزل ونحط تانية أيمن أشرف وهنا بيدي تأمين دفاعي مع أنا بشوف الكوة البدنية اللي عند أليو ديونج في حتة الهجوم والوحدات في نصف الملعب السريع مع السلية أن هو بيقدر يعمل الزيادة العددية أو بيكمل أو بيعمل أسست معين للفرقة أو بيلعب ويكمل عجون فدي فرق كبير جداً مع عداء النادي الأهلي فترة رحلة زي ما سألت الجمهور لازم أسألك مين التلات نجوم في مباراة الأهلي مبارا بالترتيب أكثر ثلاث نجوم لفتو نظر كابتن أحمد عيد أفشا حمدي فتحي طبعا محمد شريف طبعا